مرحبا بكم يا شباب النهاردة نتعرف على شهادات الجودة اللي واخداها شركة كوزمو بلاست للانبيب او المواسير السيرتيفيكيشن والاورز اللي واخداها شركة كوزمو بلاست زي ما احنا شايفين كده الشهادات تعال نبدأ نشوف الشهادات دي بالتفصيل مهم جدا تبقى انت عارف الشهادات اللي واخدها المصنع اللي انت بتشتغل منه رقم واحد رقم واحد واخد شهادت الايزو تمام الخاصة بإدارة الجودة اللي هي 9001 يبقى شهادت الايزو 9001 دي خاصة بإدارة الجودة رقم اتنين شهادت الجودة البرطانية اللي هي الكايت مارك دي شهادة لانبيب البولي اسيلين المتوافقة مع المواصفة اللي هي الايزو 44-27 ودي بتستخدم في توزيع المياه بقى مواصير او الشهادة دي بتستخدم في شهادة دولية كمام في البولي اسيلين في توزيع المياه واخد شهادة الجودة الـFM لانبيب البولي اسيلين لشبكات مكافحة الحريق مكافحة الحريق واخدها الـFM تمام شهادة الجودة البرطانية الكايت مارك لانبيب البولي اسيلين المتوافقة مع المواصفة الايزو 44-37 خلي بالك هنا كانت 27 اللي هي 27 دي توزيع المياه اما 44-37 دي خاصة بالغاز مواسير البولي اسيلين للغاز طيب واخد شهادة الجودة البريطانية اللي هي الكايت مارك لانبيب وقطع البولي فينايل كوليرايد المتوافقة مع الـPSEN 14-01 دي خاصة بالصرف الصحي واخد الـPSEN 13-29 برضو للصرف الصحي تمام وشهادة الجودة البريطانية الكايت مارك للـPSN 14-52-2 دي المياه الشورب وـ15-19 ليه الصرف الصحي لانبيب البولي اسيلين تمام ايضا شهادة الجودة البريطانية الـWRAS لانبيب البولي اسيلين وشهادة الجودة الألمانية الـDVGW لانبيب البولي بروبالين وشهادة البريطانية الـWRAS لانبيب وقطع البولي بروبالين وانبيب البولي اسيلين المدعم شبكيا الـPICSات وشهادة الجودة الألمانية SKZ لانبيب البولي اسيلين المدعم شبكيا واخد شهادة الساسو لأنبيب وقطع البوليبروبالين والبولي إسيلين والبولي فينايل كوليرايد اللي هي هيئة السعودية للموصفات والمقييس والإن إس إف كمام لأنبيب السي بي في سي ويشهادت الجودة البريطانية الموافقة مع البريتش ستاندرد أو البي إس إتنين وخمسين خمسة وخمسين أنبيب البولي فينايل كوليرايد الخاصة بالصرف الصحي وشهادة الWRAS لأنبيب ووصلات الUBBC والNSF لبرضه تمام وصلات وتركيبات ضغط الUBBC يبقى احنا في الفيديو ده اتعرفنا على شهادات شهادات الجودة تمام اللي واخداها شركة كوزمو بلاست تمام الخاصة بالمواسير أو الأنبيب ونشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته